إذن لدينا أسئلة خمسة قبل البدء بدراسة هذا المتن المبارك لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، مثل الأصول الثلاثة؟ لأننا طلاب والطالب لا بد يسير على النهج اللذي خطو لنا العلماء العلماء عرشد الطالب وأن يبدأ أولاً بالتوحيد ويبدأ في التوحيد بمثن الاصول الثلاثة السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما ترسل عنه في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام السؤال الرابع ما هي الأصول الثلاثة من دراشتنا لهذا المثل؟ السؤال الرابع ما هي الأصول الثلاثة من دراشتنا لهذا المثل الثلاثة من دراشتنا لهذا المثل الثلاثة الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها ثم صبرنا على العلم والعامل والدعوة إذا صرعنا هذا في الدنيا بإذن إلا أن نجيب عن السرط القبر ترجمة نانسي قنقر القشم الثاني المشائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة القشم الثالث لماذا ندرش التوحيد؟ 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 آمین والله عالم நான் காவது இந்த புத்தகத்துடைய முடிவுரை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாகுத்தாலா உங்களுக்கு அணுகூடம் புரிவானாக அல்லாகுத்தாலா மிகாரிந்தவன் அல்லாகுத்தாலாக